اذا حابب تجمع كوينز بمبالغ جدا هائلة بتوصل لمليون كوينز اسبوعيا فمالك الا موقع فوت كلاود اول موقع باللغة العربية بيدعم التجارة الالكترونية بحسابك وطبعا الطريقة امنة ومجانية 100% وطبعا كل اللي عليك انك تعمل حساب بموقعهم وتتابعهم على الديسكورد راح تترك لكم كل الروابط بالديسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ارشتركوا في القناة اليوم مقطع جيب السلسل تحديات الفوتودرافت انا بدل مقطع تحدي راح يكون جدا رهيب وجدا اسطوري كالعادي والي هو تحدي فوتودرافت اللاعب تشابي الونسو لاعب ريال مدريد سابقا وايضا نادي بايران مينخ والعديد من الاندي الاوروبية الجدا ضخمة جاني اقتراح من احد المتابعين بالحلقة الماضية فبتناولو نادي دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة ازا ما كنتم مشتركين طبعا اللاعب حاليا يعتبر اعتزل صار له حوالي سنتين معتزل وكان لعب جدا رهيب بمركز المحور فطبعا عنا اندي جدا حلوة لعب فيها عنا نادي ريال السلسيدات نادي ايبار نادي ليفربول نادي ريال مدريد ونادي بايران مينخ اللي ختم فيه مصيرته فابر سلت ادي اكيد عنا نادي ريال مدريد وليفربول بايران مينخ اللي متأمل بصراحة انه يجين منهم لعبين اكتر فبتناولو نادي دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة ازا ما كنتم مشتركين وصلنا 15 الف لايك ازا حبي نزلكوا تحدي درافت جديد واشتركوا بالقناة ضغط زر ما راح تسرك شي لكن راح تساعدني فيها بشكل كبير ورابط قناتي تاني بدسكريبشن بنزل فيها ردات فعل بشكل يومي سواء عن كرة القدم ورح نحاول نصير نزل اشياء غير عن كرة القدم فايضا روحوا واشتركوا فيها فخلينا ما نطول كتير بالكلام وندخل ونشوف التشكيلات اللي عنا بسم الله الرحمن الرحيم 422 اوو 423 واحد يوسلو معندي 5 دفاع كمان يعني خطط حلوة لكن راح فضل 423 واحد لان من افضل خطط اللي بتجيب لعيبة بسم الله منشوف البداية تمام جدا عندي ناكاتا يعني الايكون وكام هيك حلو روح الستي يباندوسكي طيب جيجي وغريزمان ما في حدا من الانديا صح ما في اي حدا رح ااخذ اللي هو انتوان غريزمان طاقته جدا رهيبة الكامل يسار يما في حدا من الانديا ولا لا ولا خايف ما انتبهش لشي طيب عنا بايات طاقته ممتازة وفرنسي على الاقل مع غريزمان الكامل من النصير بشي ايكون يلا يمار اه لا لا يا الله خامس رودريغس طيب ليش طلعوا لي ايهم مع بعض الحركات هاي ما كانوا يبطلوها يا جماعة والله شي بداية هيك طيب ماشي ممتاز خمس بس مو معني مار الازرق طيب اوتياغو الكامل لا اله الا الله لا اله الا الله هاي تاني مرة تاني المرة وبالنفس الفريق بايرا ميونيخ وبروح علي لعب تسطوري ها ما حت روح علي كانتي لا والله رح يروح لا والله رح يروح مشاب فابينيو وهاي خافي مارتينيز كمان فيه طيب مين احسن اختار يلا هاي كانت المرتين راح عليك لا اعطيناك يا مرتاني ما بدك تختاره انسان انا اعطيك يا مرة تالتي طيب ااخد فابينيو ولا خافي مارتينيز اه عم فكر بخافي مارتينيز لانه فابينيو اللي هو نسخ اوه بس فابينيو اسرع والله هاي ما لا يعرفان خلص ناخد فابينيو بما انه اسرع وهيك بس يعني التنغم شوين ضرب يا رب فاندايك يلا طيب دوري انجليزي في هذا اللاعب لا بس السيبي اليسار فاندايك يلا يس سلام باندايك 96 يس هاد البطاقات الممتازة طيب هاي بايرام يونيخ وليفربول لحد الان وهاي لاعب من ريال مدريد مارسلو للأسف التناغم ضايع شوي بالتشكيلة صار على هالحالة لكن لازم اني اخد مارسلو لانه من ريال مدريد يلا يلا حلو حلو ريال مدريد ناتشو فرناندز ماشي معقول العقل بيغطي لي مكان راموس حاليا وبيشبك مع تياقو الكنتارا مع مارسلو بنفس الوقت يارب شي ايكون كام بدل بايات هيك حطو طيب هون ما عنا حدا فرح ااخذ اللي هو سابيتش التشكيلة ماشي حلو هاد اللي عاجبني كتناغم وكعناصر يعني بس ها بلشو طلعو لي شوي تلعبين معفنين يارب بدي ايكون بالكام تكون سي اف مسلا او بوسكيتس اوكي والله بوسكيتس ممتاز وعندي هذا الظاهر اليمين بالدور الانجليزي ووسكيتس اذا اخدتم ما رح يلعب لانه عندي فابينيو عندي تياقو الكنتارا من الاندية فبفضل اخذ هذا ما لي عم بمشي انا على اساس الريتنغ عم بمشي على اساس الاندية اه خلينا شوف الاربي سابتي ارنولد او كيميتش ممتاز كيميتش جدا ممتاز طيب ااخد كيميتش ولا في حدا تاني لا هو اكيد يعني ممتاز جدا طاقاته والله العظيم طيب خلينا نجيب تياقو الكنتارا هون نجيب هذا هون يا سلام يا سلام طيب هيك شايف انه حلو شايف انه حلو التشكيلة بس ايقونات شوي نقصة دافيد الابا طيب نرجع جهة اليسار خليها مثلا المانية على سبيل المثال والله ما ليعرفان المهم ان التناغم ضايع هذا المهم لانه في كتير من الاندية دي بروين بحسن ااخده بحسن ااخده عادي صح تقريبا عادي ممتاز يلا مناخد كيفين دي بروين وننزله بمركز الكام خلينا نجيب ناكاته هون ايوهيك ستة وسبعين لا بأس يعني بس لحد الان يعني التناغم قليلي اعتبر اوه كلهم سيئين والله كلهم سيئين بقى الي خمس لعبين او ست لعبين اوه لا لا بدي تناغم ما بدي هيك يا الله طيب اعطوني راموس مسلا او شي من بيرامينك قلب دفاع مسلا طيب هون لا في لا من الريال مدريد ولا من اي نادي من الاندي فبس ااخد اي لعب مندي رح يساعدني فرنسي ما في حدا يشبك معه يعني غير بايات وبايات كام اذا بدي لعبه سدي ام رح يقل تناغمه وعندك شولز لعب ممتاز بس عندي زهير يسار وقلبه كمان ممتاز بس نفس الوضع رح ااخد شولز ونزله زهير يسار وخلي الابا سي بي تمام فهيك يعني ها معقولة نوعا ما او ممكن انا نساوي شي تاني بحيس ان يبدل بالجهة ايك واحد وسبعين ونختار حارس ايكون ضروري جدا الحارس يا اما من احد الانديه طيب مبدئية ما في من الانديه تيرشتيغن ما رح يشبك مع انه ألماني بس شولز زهير يسار وكيميج ودوري انجليزي عندي لينو بس جدا سيئ وعننا فارمان الماني من الدوري الالماني فهو احسن شي يا رب شي ضب التناغم اي شي اوكي هاد دوري الماني بس عندي ظهير يسار دوري الماني بدي دوري انجليزي ما في اي شي دوري انجليزي اي شي لا والله هيك ضيعان الوضع صار طيب ااخد مين اخد هذا ممكن هاي ساعد ممكن بقي لعبين لانه بقي لعبين يا رب ظاهرة بنزيمة يا الله ياخدكن يا الله لازم اني ااخد بنزيمة بس المشكلة ما بديها لانه اول شي يعني سيئ وثاني شي في لعبين بتساعد بالتناغم اكتر كان تريبيير لو اني اخدته الجه اليمين كنت خليتها انجليزية واليسار المانية حرام والله حرام نزل حاليا استي تمام اذا بنزل بيساعد كمان صح واحد وثمانين هيك يعني ها جيد نوعا ما وناقصني حارس حارس يشبك اخضر مع اي حدا او التاني بيشبك اخضر مع فندايك ولازم اني ااخده اصلا خلينا نزله سبعة وثمانين تناغم يعني ما له افضل شي بس كمان ما له سيئ لها الدرجة فعلى كل حال رح نحاول رح نحاول نعدل بالتشكيلة ونجيب اعلى تناغم وعلى معدل ممكن اوكي جماعة انا كنت نسيان انه عندي ظاهر يمين بالدوري الانجليزي مبدئيا يعني فالتشكيلة ممكن تكون على هاي الصورة بحيس بان تجيب تناغم سبعة وتسعين او ممكن ان نعدل فيها شوي وخربت شوي تمام فخليني ورجيكم كيف بالضبط تمام منخلي هيك خلي قلابة هون نزل وينك يا هيك ستة وتسعين شايفين كيف يعني هيك طبعا بتصير تسعة وتسعين هيك يعني التشكيلة ما بعرف هل هيك افضل ولا اول افضل شايف انا هيك انه جدا ممتازة بدي اضطر ساعته نزل مارسلو مسلا بمركز الظاهير اليمين ياهو وياناتشول ساعته دفاعي كله بصير من الانديه والمحاور نفس الكلام واحد من الكامات واحد استيف فالتشكيلة جدا رهيبة بصراحة مع انه بصراحة يعني لازم اني نزله بس اه ما بيأسر على بنزيمة كنتم تفكر بنزيمة بيقل تنغم لا اذا هيك ممتاز هيك جدا رهيبة الوضع واحد تسعين المعدل خلينا ناخد مدرب دفاعنا اسطوري بشكل هاد الي عاجبني هيهي ما في دوري انجليزي ولا دوري ألماني هاد دوري ألماني مفروض ولا جنسيته بس ألمانية لا جنسية ألمانية هيك مية وهيك مية كمان هنلي بيزيت ياغو الكانتارا ولا مين اه بنزيمة هاده تمام فاحسن شي اني ااخد هاده ألماني بظن اني كميتش يزيت تناغمه يعني افضل من الكلت تمام فخلينا ناخده طيب هيك تشكيلة مية واحد وتسعين انا ما عندي اخدت ترشتيقين قبل شوي ما اخدته تقريبا لكن بشكل عام التشكيلة جدا رائعة فخلونا ننطلق المباراة وان شاء الله نبدي عن فوز بهذا التحدي طيب 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 يلا بسم الله خلينا ندخل ونشوف متحمس جدا للمباراة يارب ما تكون فوق المية وتسعين يعني ها اوكي مية وتسعين متضبط نيمارس سبعة وتسعين وعنده بيليت تسعة وتسعين صلاح سبعة وتسعين كمان ارنولد اريكسن واركينيوس يا الله تشكيته متكاملا من جميع النواحي طيب نحنا لازم ننزل يا اما مارسلو يا اما ناتشو فرنانديز وينك يا مارسلو لا واضح شكله شوف ناتشو التدخل وقوفا تلاتة وتسعين والتدخل بزحلقة اربعة وتسعين يا اما مارسلو طيب رح نزل ناتشو لانه بدياق قلب دفاع تمام فاحسن من مارسلو بيكون لانه مارسلو ظهير فالتشكيلة بتكون على هذا الشكل الدفاع كامل من من الانديا بالاضافة للحارس الضعيف والمحاور كاملين واحد من الكامات والاستي طبعا مارسلو ما رح يمشي حال نزله كامل لانه دفاع فممكن ساعته يعني طلع ديبروين ونزل اي حدا بالديامة كانه خليني نبدأ المباره وان شاء الله نبدأ ونفوذ بهذا التحدي يلا بسم الله يلا عطي رفع لبنزيمة 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 كانت يا اخي هجومي سيء هجومي سيء مقارنة بدفاعي ما في حدا سريع يلا 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 حلوي بنزيمة عندك مقodar انصر لبنزيمة خ sober خدنه خبرين Wissenschaft بذ重 خبرين odds انصر لبنزيمة الفاект عمش هو مولهات 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 شباك شو صاير للكون هل يفهمني؟ قول فانديك أسطورة حلوة حلوة خميس يا الله عليك والله حلوة 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 الهجمة ما توقعتين هي بالقول بصراحة بس الشوت عنده عالي يعني واحد و تسعين شوف كيف انهاها نكاتها بس أسطوري وخميس يا السلام على الانهاء آخر فرصة بسرعة رودريكيز يلا ممتازة بنزيمة خامس رودريكيز يلا عطي رفعه ممكن لعمل فرصة آه الله يلا ما صفر ما صفر ما صفر ما صفر أوه يا فانديك أسطورة يا 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 آخر الوقت كان ممكن سجل جول تاني بس هجومي بطيء يا أخي هجومي بطيء شوفوا أنا صح يعني مفايز واحد صبر بس هجماتي أقل لأنه الهجوم أسرع واحد فيه يمكن سرعة 80 أو شيء يعني خامس سرعة بس سبعينات بنزيمة سرعة يمكن 80 بس شوف سرعة ايه سرعة بنزيمة 80 فعلا كله البطاقة شو بدي ساوي لازم اني نزل رح نزل جريزمون تمام مكان كيفين دي بروين ماشي محتاج مهاجم يكون سريع وفتاك فعادي باني نزل جريزمون على مكان دي بروين تقريبا هيك التشكيله ما بظن انه محتاجه أي أضافات زيادة إن شاء الله انو جريزمون يقدم لي عليه ولمحات والمتعب للتفديثة والله شاط والله بنيو لي متألق يا جماعة شو تطلق الرهيبات سرعة فابينيو يا أخي يا أخي يا أخي الحمد لله عندي دفاع مثل الناس وإلا كنت اتلقيت هدف من زمان وووو ماركينيوس هذا ايه الشاط عنده ضعيف سجل هدف مهم لفريقه كان هدف تطلق في شاط الأول سرعة حلوة 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 آه لمسي بس قول 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 ايه ممتاز الحمد لله أنا فكرت أوفزايد ولا طلعت برة يا السلام عليك يا جريزمون والله رهيب القول لا 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 فرصة هدف يا مصدر يا مينيو ليه ركلة زاوية وين هو فاندايك وين هو فاندايك خلي غطي لا 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 يا ألا با يا أسطورة يلا مرتدي مرتدي فرصة كبيرة الهدف مروح لا 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 على الخط والله شفت على الخط أنا دفاعي فاتح شوارع فرصة، دفاعي فاتح شوارع وين ا kollان يعاني ساي مرس اوضا اللا لا انا لا جنور دبت جيبه وحش لا يطلع على الحارس يلا 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 ياواح يلا ياأخ الشيء ما يكون طبuo انتبه من الطب...... الفرصة أجلا بني جميين ابني كريزم OK انتكم بني جميع يا السلام وقري لاا غبائي غبائي غاباء بنزيag ماش عم تساوي رفع بدياها روح 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 حجم الحارس لا رجعه مرة تانية حلوة وغول يا حبيبي الله هدي يا متحدي هدي جريزمان هون حلوة حلوة الرفع من خميس وانهاء جريزمان يا أخي ولا أروع من هيك بدقيها تلاتة وتسعين خلاص يا حكم صفر صفر كيف سجلت في هالمبارات ثلاث أهداف صراحة كان شي صعب لولا جريزمان يمكن كانت المباراة يعني راحت لموازين تانية شوف جريزمان تسعة فاصل ثلاثة خمس تسعة فاصل أربع نكاتة كمان تسعة فاصل ثلاثة التشكيلة قدتلي عليها بصراحة جريزمان أكيد يعني يسجل هدفين في بيستهد تقييم علي مع أنه لعب شوت واحد فقط بنزيمة كان سيء الحلو أنه يعني سجلت بعناصر بعض الفروق يعني بنزيمة ما هو اللي صنع المفروض في جول صنع على جريزمان لكن والله كل العناصر قدموا اللي عليهم زيادة خلينا نشوف الإحصايات هو أفضل يمكن فعليا هو أفضل لأنه بصراحة هجومي بطيء إذا ما هجمت وضمنان أني سجل فما اللي عم بهجوم أصلا فمتل ما انت شايفين يعني هاي الأحصايات النهية فعلا مهم هيك اني دعوني وصلنا إلى هذا المقطع لا تسعوا اللايك واشتركوا بالقناة وصلنا إلى 15000 لايك إذا حابين ننزلكم التحدي الجديد وهمشي تابعوني على الإنستجرام إن شاء الله الجديد قريبا جدا صار يعني تابعوني على الإنستجرام إذا ما تابعتوني واشتركوا بالقناة ورابط قناتي الثاني بالدسكريبشن طبعا إذا حابب تشارك بالجديد كله عليك تضغط لايك وتشترك بالقناة وتتابعني على الإنستجرام وأيضا تابعني على قناتي الثاني بالمرة الرابط بالدسكريبشن فشكرا لعنكم جميعا عن متابعة المقطع فبس هذلك عندي اليوم بأمان الله كل شيء ي変ى اشتركوا في القناة